لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك ستعلى بالدعوات التي تتجدد في كل مرة وفي كل تاريخ بعودة الحراك الشعبي في الجزاء حقيقة سؤال مهم كثيرا وطرحه الكثيرون هناك من تعامل معه بعقلانية ونقاش فعال وبناء وهناك من يتعامل معه بعاطفية سواء كان ضده أو كان معه فمن معه يعتبر كل من يقول بأن الدعوة إلى عودة الحراك الشعبي غير موضوعية لا تتوفر لها الشروط المناسبة للنجاح يجري تخوينه واعتباره بيداق وأدات من أدوات النظام القائم ومن يقول بأنه يجب أن تعود هذا يتهم أيضا كخائن وعميل ويوضع الجميع في سلة الواحد بلا أدنى شك بأن الجزائريين انقسموا إلى طبقات فيما يخص الحراك الشعبي ما بعد رحيل بوتفليقة هناك الكثير من الجزائريين عادوا إلى بيوتهم مقتنعين بأن رسالته أم انتهت رسالتهم فيما يخص الحراك الشعبي انتهت خرجوا ضد العهد الخامسة لعبد العزيز بوتفليقة وعندما انتهت هذه العهد عادوا إلى بيوتهم هناك نسبة عادوا ولكن عودة حذرة حيث قالوا بأنه خلاص ذهبت العهد الخامسة ذهب بوتفليقة ورحل بوتفليقة رؤوس كبيرة من العصابة تقبع في السجون هذه هي هذا الأمر جاءت مسار جديد يجب وفيه وعود أطلقت وعود يجب أن نتعامل بنوع من الثقة حتى لا تنجرف الأمور هناك من ما زالوا مترددين أحيان يخرجون أحيان لا أحيان يقتصر حراكهم على شبكات التواصل الاجتماعي فقط ولكنهم يرفضون هذا العهد الجديد يريدون التغيير الجذري الشامل على طريقة ثورات في دول الأخرى وهناك الطيار المتطرف الذي لا يعجبه شيء ولا هو موافق على شيء يريد أن هذه الدولة وهذا الدولة تسلم لم المفاتيح تبعها في صاشي أو في حاجة وتهبط لهم لغرون بوست تقول لهم مفاتيح لأس الجمهورية مفاتيح وزارة الدفاع الجنيرالات يضعون المينات في يديهم ويهبطون لهم هناك يقول لهم حاكمونا المحاكم العسكرية تسلم لهم السجون تسلم لهم بهذا المنطق العبثي الذي لا يحقق شيئا أبدا لأن أي ثورة شعبية هي فكرة حقيقة ولكن تحتاج هذه الفكرة أن تتجسد فكرة نظرية تتجسد في طرق عملية متتالية وتحتاج إلى نخب ذكية وحقيقية فقط النخب التي تأتي وتخاطب الجماهير بطريقة أو تتماهى مع الجماهير حتى تكسب ودها لا يمكن أن تحقق شيئا النخب الحقيقية هي التي تقدم المشكلات وتقدم الحلول في آن واحد تخاطب العقل والقلب في آن واحد تخاطب تضع استراتيجية لا تنجر خلف الجماهير لأن الإنجراء خلف الجماهير هو أكبر كارثة تهدد الدول وتهدد الثورات الشعبية وتهدد أي خيارات تغيير تحدث في أي بلد نحن نعلم أن الشعب الجزائري مر بمراحل مر بثورة أو حراك أكتوبر أو ثورة الغضب الشعبي في أكتوبر 88 بعد ذلك فجأت الديمقراطية والتعددية الحزبية ظهر حزب الإنقاذ سيطر على الشارع سيطر على العواطف أدخل الجزائريين في مجال التكفير واستغله طبعا جنرالات كانوا يسيطرون على المؤسسة العسكرية استغلوا ذلك الخطاب المتطرف بسلوك متطرف مضاد فحدثت تصادم بين متطرفين في العسكر وفي السلطة وبين متطرفين في المعارضة دفع الثمن الشعب هذا بالمختصر المفيد ما حدث الجزائر في التسعيلة إذن لكن لما جاءت فرصة الحراك الشعبي كانت هناك عوامل قوة أولا أن الشعب الجزائري بلغ درجة من الغضب لا يمكن وصفها على نظام بوتفليق على حال الجزائر الجزائري معروف بأنه يحتاج دائما يريد دائما زعيم الشعب الجزائري دائما يرى في الرئيس ليس رئيس جمهورية زعيم وهذا الذي حدث مثلا مع هواري بوميدين لما كان هواري بوميدين هو رئيس الدولة هو رئيس ولكن في نظر الجزائريين زعيم كانت قصص البطولة التي يتناقلها الجزائريون عنه غريبة وليومنا هذا ما زالت الشعب الجزائري الذي عاش ثورة وعاش مرحلة أكثر 132 سنة وهو تحت الاستعمار وظهر الكثير من زعاماء الثوريين ضد الاستعمار ظلت في مخيانه الشعبي دائما يريد رئيس زعيم أما رئيس خاضع أو يتحكم فيه فلان وعلان بمجرد ما تسقط صفة الزعامة عن الرئيس يكون مكروه لدى الجزائريين ولذلك دائما الشعب الجزائري يريد الرئيس القوي الزعيم وجات مرحلة أخرى يحب الرئيس الزعيم الزاهد في السلطة صاروا يحب الرئيس الزعيم الزاهد في السلطة الذي ما تغريه السلطة ولا تغريه امتيازاته وهو يريد خدمة الجزائريين اليوم اللي ما يعجبوش يروح لداره عادي هذا لأفضل لذلك عندما يأتي رئيس جمهورية ويبرز الجزائريين دور الزعامة من خلال سيطرة على مؤسسات الدولة خلال مواقف خارجية تجاه فرنسا وتجاه كل الدول وأيضا من خلال عدم تشبثه بالسلطة فهل هذا نجد بوتفريقة أن نؤدرك هذه اللعبة فكان في تلك المرحلة يتحدث بطريقة جيدة أتقن الدور كما ينبغي دائما يتحدث بأنني سأكون رئيس ولا يمكن أن أكون ربع رئيس يحاول أن يظهر في تلك الفطر أنه مسيطر على المؤسسة العسكرية أنه لديه مواقف خارجية ويخرج للخارج ويتم الترويج إلى مشاهد معينة تغري الجزائريين بوتفريقة لعب على هذا الوتر لذلك حكم عشرين عاما حتى لما كنا نتحدث في تلك الفطرة عن الفساد فساد بوتفريقة الكثير من الجزائريين لا يصدقوننا لأنهم في مخيالهم أنه لا يمكن الزعيم إذا قلد شخص منصب الزعام لدى شعبة لا يمكن أبدا أن هذا الزعيم يكون نصف أو يكون صارق أو يقرب بأنه أشباه الرجال ولكن للأسف هذا الذي حدث في عهد بوتفريقة جاءت هذه المرحلة سقطت صورة بوتفريقة سقطت صورة النظام في عيون الجزائريين جاء بوتفريقة كل المتردية والنطيحة لناس لما يصلح أصلا إلى تلك المناصب ولا قدم مواجهات حقيقية من الرجال الذين لديهم قيمة الرئيس للناجح هو يجيب رجال حتى يقولون لا في مجالسهم يجب أن يعتز بهم أما أولئك الذين يطبلون له ما يعطوش حتى رأيهم نعم حتى عد صار صارنا يخرج وزراء ينزل قريب يقول بأنني أذهب إلى حمام بيتي في إطار برنامج فخامة الرئيس وصلنا إلى هذا الحال بوتفليق على كرسي متحرك يظهروا في صورة الضعيف الذنين المشاهد تقشعر لها الأبدان وصلنا إلى حال الجزائري أصبح غاضب كل الغضب من السلطة حدث إجماع حقيقة رفض هذه السلطة خرج الجزائريون إلى الشارع زاد العام القوة آخر يتمثل ورغم ذلك الظروف حاولت العصابة أن ترشحه لعهدى خامسة يعني محاولة إذلال وإهانة الجزائر لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله